لسي كنت مكلم مع كابتن جمال غندور دلوقتي بيقول انه احنا مش محتاجين خبير تحكيم اجنبش رأي حضرتك ايه لا احنا مش محتاجين فعلا خبير تحكيم اجنب احنا احنا محتاجين خبير ومعه مساعدين احنا محتاجين خبير ومعه مساعدين انا وجهة نظر كده يعني لازم خبير ومعه مساعدين يكونوا اجانب عشان احنا الفترة الاخيرة بقالنا كم سنة المشكلة عندنا كبيرة لغط التحكيم تلاقي ضرب الجزاء يتطفق عليها مجموعة ومجموعة لأ وكلهم خبرة فأنت تيجي تتكلم يقولك لا المسؤول يبرر الحكم خطو واللي بره يقولك لا ده الحكم غلط فدخلونا في مشحنات وخلوا الجماهير باقي بتصطاد برضو الحاجات دي فأنا طب وإحنا ليه ما نبقاش زي السعودية ليه يعني أنت بص ساعتها كابتن أحمد المباراة الأهلي والزمالك اللي فاتت مباراة طاقم تحكيم لحد اعترض ولحد تنرفز ولحد تتعصب حتى الناس اللي قالت أنه الزمالك كان ليه ضرب الجزاء الناس واخدها عادي عشان حاسين برضو أنها ايه تقديرية ممكن أو ممكن يعني أمور عدت ومفيش أزمة وفيش مشكلة عشان دايما الكلام على فكرة ايه أنه الجماهير بتضغط مسؤول الأندية اللي بيدغطها على الحكام انت لو مشيت بشكل سليم في المباراة ومشيت بشكل واضح صحيح محدش هيكلمك بصة لكلمك بكل إيمانة كريم أنا رجل يعني دربت في الدورة الممتاز وكان فيه ماتشاف كتيرة الحكام كويسين كأخلاق وكفنيات كويسين طبعا بس في حاجة مشكلة واضحة جدا أن للأسف بعض الحكام بعض الحكام بتنزل تعمل حساب انت مين وبتلعب مين دي مشكلة وبتواجه فرق كتيرة جدا في الدورة تلاقي الحكم أحيانا لما بيلاقي فرقة كبيرة قدام فرقة صغيرة دايما بيجي مع الجانب الفريق الكبير دايما بيجي مع فرقة جماهيرية أحيانا تبصت لإيه ميال وساعات لو هو عايز يباين أنه هو فرق أحيانا بيظلم الفريق الكبير عشان يخرج يقول شفت أنا عملت إيه أحيانا بيغلط يعني أنا في بعض الحكام شفت مواقف يقولك شفت أنا قدت فلان انظار شفت أنا ترط فلان ويبقى لعيب كبير أو هم حكام كويسين بس للأسف الحكام بيبقى داخل المباراة من الآخر مش عايز جمهور الفرقة دي يعني يخبط فيه ترجمة نانسي قنقر